تلاقي مصر همعلم يعني خلاص متبهدلة ديون احنا متقطعين ديون مصر ديونها متلكلة والديون عمالها تزيد كل يوم وفجأة تلاقي مصر نفسها بتاخد كروض كروض عشان ايه نسد عجز الميزانية نسدد في الديون اللي بتزيد يعني عمالين ناخد كروض وعندنا كروض فناخد قرد عشان نسدد القرد عارف انت اللي هو بيلبس ديال طاقية ده ويقولك ايه عندنا عجز مفيش فلوس مفيش حاجة في البلد طفل اخر يا جماعة خلونا بقى نصدقكم خلونا بقى اللي نشوفه بعنينا نصدقه ونحس فعلا ان كلامكو ده صح لا هوب الصبح كده تلاقي البلد اشتريت لك طيارة خاصة من طراز بوينج همعلم هذا الطراز العملاق بكام ايه عمال ده طيارة بمئتين الف ولا مش عايف ايه عمتين الف يا طيارة وراء الطيارة دي حدتك بنص مليار دولار بنص مليار دولار اسمها ايه بقى معروفة كده على مستوى العالم القصر الطائر مش كفاءة صورة على الارض بقى فيه قصور كمان طائرة تعال كده بوص الخبر اهو اهو زي ما قلت بالزرطة اهو مصر بتشتري مدينة طائرة فاخرة من بوينج القصة الكاملة لملكة السماء تفرج معلم ومتع عينك وانت مش لقى تروح تجيب باثنين جنيه فول وبجنيه عيش واخمسة وسبعين قرش عجين الطعمية استمتع بقى استمتع بقى بالايه بالملكة الطائرة قال لك كشفت مواقع المانية متخصصة في شؤون الطائران عن ان الطائرة ضخمة من طراز بوينج كانت مخصصة لشركة لوفنهانزا الالمانية تم بيعها اخيرا ليحدى الشخصيات المصرية المهمة وقال الطيار ادهم حسن في منشور على صفحته في فيسبوك ان تكلفة الطائرة تصل الى نحو نصف مليار دولار وتعرف بملكة السماء وتعتبر مدينة طائرة فاخرة واضاف حسن ده قرار غلط وسيء جدا وتكلفته غير مقبولة لدولة فقيرة ومديونة زينا شركات الطيران في العالم يعني وقفتها من الخدمة لعدم جدوى تشغيلها في الرحلات التجارية فما بلك تشغيلها لنقل موظف حكومي دون اي عائد بس هي حاجة مناسبة للعاصمة الجديدة والقصر الجديد واللي عنده قصر تحت لازم يبقى عنده قصر فوق ربنا رب يبنلنا قصر في الجنة انا قصد الاصول اللي في الجنة اللي ربنا يبنها لنا ان شاء الله لما نقعد نسكر ربنا كده ونبقى زي الحجة محمود العربي وربنا ان شاء الله يبنلنا قصر في الجنة تعالوا بقى نشوف تعليقات الناس سيبكم من تعليق انا نروح نشوف تعليقات الناس على السوشيال ميديا على مصر اللي اشتارت طيارة بمليارات الدولارات في الوقت اللي طيارات الحكومة محتاجة تجديد وسيانة غير اصلا الشعب اللي زي ما قلتلك مش لاقي ياكل ومحتاج دعم بسبب غلاء الاسعار والضرائب اللي كل يوم عمالها تتفرض عليه تمام؟ تعالوا نشوف تعليقات الناس سيف الدين بيقول والخمسمائة مليون دولار دول جابهم منين؟ مش من جيب الشعب مش من فواتير الكهرباء والميا والغاز الغالية مش من ارتفاع اصعار المواصلات وكل السلع مش من ضرائب مرتبات الموظفين حاسبي الله ونعم الوكيل بدل ما يعمل مشاريع تشغل العمالة وتقضي على البطالة بيهلك الفلوس في حاجات تفهة ليس لها اي فائدة عندك حق آسف اللي بعده ناخد اللي بعده يلا بينا المواطن مصري بيقول لك خمسمائة مليون دولار يعني تمانية ونص مليار جنيه يعني دعم سبعتاشر مليار رغيف لو تكلفته نص جنيه اللي بصص لرغيف العيش بتاع الغلابة تمام يا مواطن احنا كده لازم نرفع بقى سعر رغيف العيش ده هيسن بقى بيقول كده ونزود فواتير الكهرباء والميا والغاز شوية ونضرب الضرايف في اتنين تلاتة ما هو برضو الرئيس لازم يتمانجه وهو كله تشريف للشعب اللي بطنه بدأت تنعر من الجوع انت موجوع اوه هيسن طيب ناخد اللي بعده علي مصري بيقول انت بتكلم ناس بكحة حج لا فيه رقيب ولا حسيب الاسور الرئاسية بقيت في كل مدن مصر وعادي جدا يقول لك هو انا بابني عشاني انا بابني عشان مصر كأن الاسور دي لها اي لازمة اقتصادية زي زي الطيارة دي وغيره الفشخرة والنفخة الكدابة اللي هتنتهي بفلاس البلد زي ما حصل ايام الخديوي اسماعيل بالله عليكم محتاجين مننا تعليق بعد ما الناس اتكلمت وقالت كده الناس فهمة كل حاجة وعارف كل حاجة